التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات المضلات وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات وخلال اللقاء نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال المضلات مشيدا بما يقدمونهم من تضحيات وبتنفيذهم لمهام بكفاءة واقتدار التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات المضلات وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات وبدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي قائد قوات المضلات أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المضلات مؤكدا أن رجال المضلات سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظات والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المضلات وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم مشيدا بما يقدمه رجال المضلات من تطقيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار كما استعرض الفريق أول محمد زاكي تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات مشيرا إلى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار مضيفا أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتمسكها في مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا وأضار القائد العام حوارا مع مقاتل قوات المضلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية كما استمع لآرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر